اشتركوا في القناة 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 واكيد كلا يتنا تعرضنا لهيك مواقف مثل مثلا موضوع الدراسة خلينا نقول هل مثلا بيمنحنا الحق انه مثلا نحن نعمل لانواع التمرد او طبعا التمرد عبر التاريخ كان هناك تمرد على جميع المستويات مستوى العام مستوى السياسي مستوى الشخصي الاجتماعي هناك انسان يعني انسان متمرد يتمرد ويتحمل نتائج ومخرجات قرار تمرده لكن يعني في السنوات الاخيرة بعد المعاناة الطويلة للانسان اتوقع انه انساننا هنا في منطقتنا تعلم على ان يكون براغماتيا يعني يجب ان ندرس نقارن ما بين خيارات ان اتمرد وان لا اتمرد ما الذي ساحصل عليه اذا تمردت مثلا كما قلت انه الاب يملي علي دراستي تمردت ولم استطع ان اكمل دراستي بنفسي اتحمل المصاريف فربما اقول ساتبع خيار ابي ويعني اطلع بشهادة احسن ما انه اخسر انه ادرس يعني احيانا يعني حتى الحرية لها حدود حدود تحددها الامكانات الواقعية يعني بين يعني الحرية بين ما نطمح اليه وما هو باليد يحددها الواقع ام يحددها الولاة الولاة يحددها والانسان عبر التاريخ يردخ يعني لو لم يكن يردخ لما كانت يعني خريطة العالم كما هي لما كانت الامور كما هي عليه يعني هذه طبيعة البشر الانسان ليس لا يوجد سوبرمان حقيقة بين البشر صح مضبط موضوع المساكنة في مجتمعات بيعتبروها حرية شخصية وفي مجتمعات بيعتبروها خطوط حمراء هل لو كانت المساكنة موجودة او مشرعة بطريقة ما او باخرى هل انت بتأيدية ام انت ضدها هو سؤال حقا يعني في الممنوع سؤال جدلي وفي نقاش يعني حضرتك كمان خريجة بلغاريا بلغاريا بعرف يعني دول اوروبية كانت مشرعة هاد الشيء صح بالاول اول ما رحنا انصدمنا بالقيم التقاليد نحن خاصة انا رحت بالثمانينات يعني هون لسا كان مجتمع مغلق اكتر من هونيك ونحن عنا كانوا يعتبروا اللي تساكنوا ناس بل اخلاق بس انا لما رحت شفت انه هدول بالنسبة لمجتمعهم وصاروا بالنسبة اللي مناسبة لاخلاق مجتمعهم يقبل هالشي وهي مقبولة وهدول يعني ناس عندهم قيم اخلاقية واجتماعية ومحترمين بمجتمعاتهم فبرأيي انه يعني هذا موضوع لا ينحل بقرارات فردية يعني هيك مثلا لا انا ما بدنا قرارات فردية هلأ القرارات الفردية بالمجتمع الحالة موجودة خلينا ما ننكر ونكوننا كتير مثاليين ومدعيين الحالة موجودة كلها عم نسمعه ويمكن عم نشوف حتى بس نحن انت كوجهة نظر بما انك ناشطة مدنية يعني انا برأيي طبعا هو المخزون الثقافي للانسان ما تقدر ترميه بين لحظة يعني انسان اذا بدك تحكي عن قناعتي انا فانا عن قناعتي انا من جيل يعني قبل جيل هلا متربية انه يعني هيك انه لو الرجل فعلا يحب المرأة سيخطبها علنا لا يوجد اذا لا يوجد موانع واذا هي مثلا تغصب اهلا انه تتزوج لشو المساكنة يعني هيك متعودين يعني هيك التربية عندنا انه الرجل الموروث التربوي موروث التربوي الثقافي اللي تربينا عليه انه بما انه يريدك فليتزوجك مثلا اما شرعا او زواج مدني او شو ما كان علنا يعني انا هيك رأيي لانه هيك بتربية وانا يعني اؤمن انه هل هل القيم هاي كلها رح تتغير لانه العولة ما تفرض نفسها وما نضط يعني انا اذا اشوف ناس يساكنوا بعض انا ما نضط فقط نقطة وحدة انه اذا انه المرأة اذا ما نهانت بهالمجتمع ما نضطها الشغلة بس احيانا لما نوقف عند هاي نقول دايما الذي يخسر هو المرأة وليس الرجل بالضبط كيف بتشوفي حرية التعبير بالبلد من وجهة نظرك هل في حرية التعبير او الى حد ما لا يوجد حرية التعبير ابدا ابدا ومن يعبر بحرية يدفع السمن احيانا غاليا وهذا شيء موسف وهي تتراجع بالاسف يعني يعني من قبل هلأ بحياة سوريا فيه نقطة فيصل خلينا نسمنية مفصلية الالفين ويدعش وما قبل الالفين ويدعش هل انت برأيك صغف الحريات ما ارتفع بهالوقت من بعض النواحي ارتفع مثلا انه مثل هيك ازاعة مثلا يعني ما كان يوجد عمل منظم مدني يعني هناك اشياء ايجابية لكن في المقابل انا شخصيا اشعر ان حرية التعبير قلت ربما لان الرقابة اشد صار يعني الاعداد اقل صار امكانيات ان يعني تراقب كل كلمة تقولها او تكتبها هكذا اشعر اكثر من قبل انا ادري ان كنت مخطيئة ام اتوهم ام هي حقيقة اكيد هذا رأيك انتي هي نظرتك وهذا رأيك اكيد بنحترمون طيب برأيك دكتورة ميديا شو اكتر المعوقات يلي عم تعيقنا بالمجتمع مثلا هل هي السلطة ام الاعراف ام الاديان ام القوانين برأيك انا طبعا عندي كتاب عن النفط الضلمرة انا كتبت انه انه اذا بدنا نقول الدين ليس صحيح تماما لانه الناس المختلفين الاديان يعني العايشين في منطقة محددة يتشابهون بالقيم الاجتماعية الثقافية مثلا المسلمون في اوروبا اغلبهم يعني لديهم مثلا قيم وتقاليد تشبه مجتمعهم اكثر اظن الاعراف الاعراف هي التي تعيق اكثر من الدين وربما الاقتصاد ايضا له دور الاقتصاد مع الوقت يؤثر على كل شيء على العادات والقيم يعني مو على القيم ولا العادات قصدية على العلاقات الاجتماعية الوضع الاقتصادي يؤثر بشكل كبير على القيم الاجتماعية وطريقة عيش الناس حلو كتير طيب هل مثلا برأيك في عنا نمازج مثلا عم تسيء لمفهوم الحريات بشكل عام مثلا على السوشيال ميديا او على الحياة الواقعية كلنا عم نشوف اشخاص مثلا اخدوا مفهوم الحرية لمكان كتير بعيد ويمكن ما بيشبهوا هل انتي شفتي هيك نمازج وهنكتار او لا طبعا انا بدي احكي على تدريبتي ببلغاريا انه اول ما صارت البرأسترويكا وتغير المجتمع من مجتمع اشتراكي لمجتمع حر النظام السياسي تغير ورفقته ايضا تغيرات اجتماعية يعني اول ما لاحظنا هدول اللي شو بيسموه البانكرز واللي بيعملوا هيك شعرون مثلا فانا يعني فيه ناس تقول ليش هيك يعني هاي مو حرية بس بالاخر كمان يعني اقتنعت انه هي حرية حرية شخصية الانسان شو ما عمل اذا ما ضر الاخرين فهو حر يعني حينما حريتي لا تلحق الازى او الضرر باخرين احيانا قد تلحق الازى والضرر بالشخص نفسه هو حر يتحمل يستطيع ان يتحمل يعني يدري ويعي وسيتحمل نتائج يعني الافعال التي يقوموا بها بتأيدي وضع قوانين لمحاسبة كل شخص او مؤسسة بتتعدى على حرياتنا الشخصية نحن كمواطنين مشكلة اؤيد لكن كيف يعني هناك اشياء لا تكمم لا تستطيع ان تقيسها يعني هذا موضوع كتير هلامي ويعني اؤيد ولكن في مجتمعات وضعت بعض القوانين يلي بتحاسب اي شخص يتعدى على حرية الاخر اؤيد نعم اؤيد وبقوة حتى يعني حتى نزرع هكذا الثقافة حلو كتير طبعا هاي الثقافة معدومة عنا للأسف ان شاء الله يعني تتظافر جهودنا نحن كمجتمع مدني وكاعلام وكل حدا قائم بالمجتمع وعم يشتغل عليه ان شاء الله يوصل هاي الرسالة بشكل قوي خلينا ننتقل لا فقرة الدين لحتى نحكي عن بعض الاسئلة الجدلية يلي عم تطرح بطريقة ما او باخرى هل انت مع ان الشخص يغير دينه ولو عن قناعة اه كتير المرات عن نحن نتناقش نحن الطبقة المثقفة عنا المسلمين مثلا بعض المسلمين يصلون الى اوروبا يغيرون دينهم الى المسيحية يعني او مثلا البعض احيانا اسمع ان امرأة يهللون لان ممثلة فيه اليود انتقلت الحقيقة انا لا اعطي اهمية لهذا الموت الدين هو الدين لكل دين يعني نقاط ما ربما البعض لا يعجبها ونقاط ايجابية فاذا كنت تؤمن بالله وكنت يعني ايمانك حقيقي ونابع من قلبك فلا يهم وكنت مثلا تأخذ من الدين الاشياء الجميلة فلا يهم كنت مسيحيا او يهوديا يعني انا لست مقتنعة ببعض لكن يعني اركز على هذه النقطة انا ضد محاربة من يغير دينه يعني ضد عقابه وضد محاربتي اعتبرها حرية شخصية ولكنني لست مقتنعة بهذه الفكرة يعني برأي الاديان كلها تتشابه فلماذا ستغير دينك حلو طيب بتشوفي الاديان منصفة لحقوق المرأة يعني مثل ما قلت يعني مشكلة المرأة ليست فقط في الدين في العرف يا ترى هالعرف هذا مبني على قيام دينية ليس تماما ولكن في بعض الامور بالدين على حسب تعبير بعض الناشطات وبعض النسويات قالوا انه الاديان ممكن انه تظلم المرأة ببعض البنود مثل تعدد الزوجات مثلا صح اي صح يعني لم لم ينصف المرأة كما كما البعض يقول ان الاسلام انصف المرأة والاسلام اعطى حقوق المرأة لكن يعني يجب على النساء يعني انه مثلا يلغوا هالقوانين اللي اغلب هالتشريعات اللي اه حرمت المرأة من حقوقها يعني حسب ما قرأنا عبر التاريخ جاءت جاءت في وقت متأخر ليست من من روح الدين لكن ثقافة الحريم مثلا جاءت مع العثمانيين كما يقال هناك يعني مثلا بالبادية وبالعربية السعودية كان يمكن النساء من فتحات اكتر لكن ثقافة الحجاب والعزل والحريم جاءت في وقت متأخر من الاسلام ليس في العهود الاولى فكل يعني انسان لازم ما ياخد فقط بالاشياء التي تسيء لحقوق المرأة او ياخد جوانب السيئة مثلا من الكتب والنصوص الدينية نستطيع هناك مشرعين في مصر مثلا عم يناقشوا انه حتى الحجاب لم يفرط بالاسلام لكن الفقهاء وبعض الرجال الدين يعني كانوا يريدون ان يحصروا المرأة لانه اذا المرأة تحررت فهم يخافون من من المطالب الاخرين ايضا بالحرية يعني مرتبط بالبعض المجتمع البطرياركي يخافوا كثيرا يعني حتى الديكتاتوريات اللي تدعي انها علمانية تخاف من حقوق المرأة يريدون يعني يعني يطلع بايدهم انه انه يحصروا نصف المجتمع اللي هو النساء بدعوة نصوص دينية فليش ما يعملوا هيك يعني يشجعوا حجب النساء وسلبهم يعني سلبهم حقوقهم سلب الآراء طبعا النساء حقوقهم وانه مسلا يشتغلوا بالسياسة او هيك يعني عم يشجعوا يعني حتى الديكتاتوريات التي تدعي انها علمانية تقف ضد حقوق المرأة بحجة الدين يعني نوع من انواع تكيم يعني يعني نصف المجتمع تقدر تكمم وتحصر وراء جدران المطبخ والمنزل بهذه الطريقة لو يطلع علي من الرجال يعني ببقى بطريقة بيصير اسهل اسهل ايه طيب برأيك هل الاديان آآ بتصون الحريات الشخصية انت بتشوفي انه الدين مسلا بغض النظر عن ما هي الدين هل هو بيضمن حقوقنا الشخصية او حقوقنا او حرياتنا الشخصية آآ ما فيش يضمن حرياتنا انسان من من فجر التاريخ يكافح من اجل ان ان يحصل على حقوقه يعني اذا اذا بدك تاخد نص ديني بده يجي لك مشرع او هذا تيفسر لك يا بطريقة يسلبك حقوقك يعني يجب الاديان كلها تدعو الانسان الى الى العمل الى الكد في العهد القديم يقول اذا جلست اه مثلا ويداك اش بيقول يعني سابلتان سيقف سيسقط سقف المنزل على رأسك والاسلام دايما يدعو الناس الى التفكير الا تتفكرون الا تعقلون الا تبصرون لكن للاسف ما احد يفكر يعني يجب ان نعمل عقلنا يجب ان نعمل عقلنا نفكر نبصر ولا نسمح لأحد ان يسلبنا مهما كان حريتنا يعني انه لا يوجد دين يكفى الحرية احد عبر تاريخ الاسلام السياسي كان هناك اختيالات يعني لنكن واقعيين كل من يقول كلمة خارج الخليفة يعني كم كم من العلماء كم من قتلوهم واسبلوا عيونهم وعبهم ليس ايضا في اوربا وفي اوربا ايضا الم من كان يقول ان الارض كروية يحرقونه صح فالانسان يعني الانسان يجب ان يكافح من اجل ان يحصل على من اجل التطور وهكذا كان التاريخ البشرية يعني لا لا يوجد الحرية لا تأتي لا تهطلو حرية على الشعوب او رفاهية لانه نحن ليش بدنا الحرية بالاخر مشان الرفاهية نحن نفكر نموذج الديمقراطي نموذج الحرية لان الانسان يعمل عقول كثيرة افضل من عقل رجل واحد يتحكم بعقول البشر فسيعود بالرفاه والخير على الجميع قطعا اكيد طبعا كلنا عم نشوف حركات تبشيرية من كافة الاديان هل انتي بتأيدي مبدأ التبشير او ضده لا ضده اكيد بهذا الزمان يعني لشو التبشير لشو اجت دين انا برأيي الدين هي علاقة بين الانسان وربه اصلا يعني حتى اذا كنتوا اصلي او اصوم ليس للاخرين دعوة بي ولا لي دعوة بالاخر انا برأيي انه بالاخير ما ينجح هو ان نحترم اختلاف بعض اختلاف بعض بالثقافة بالدين باللغة يعني انا كتير كتير ضد انه مثلا انا اذا كنتوا متدينة احاول اعمل حدا تاني مثلي بالعكس من قمة الاحترام اللي ولكينونتي لما احترم اراء التاني وافكاره واخليه مثل ما هو خلص يعني اصلا التنوع هو سبب تطور الدول كانت من زمان المانيا على قبل ايام هتلر متطورة كتير لانه كان فيها يهود كتير فيها اختلاف ثقافات لما هاجروا للولايات المتحدة الشعوب كلها صارت دولة متطورة هلأ المانيا اتوقع انه هي كمان وعدت هاي مشان هيك تستقبل اللاجئي تستقبل عقول جديدة ثقافات جديدة يعني التنوع هو غينة غينة للشعوب وليس عامل تخريب او تدمير لكن للأسف عدم احترام الاختلاف هو اللي يأدي الى 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 اثار سلبية بالتأكيد هل بتأيدي مثلا تدخل الدين باصغر باصغر تفاصيل حياتنا الاثرية والاجتماعية وحتى الاقتصادية الاقتصادية لا لا اؤيد لكن لست ضد اسرة اذا كانت متدينة وتربي ابنائها ثقافة دينية يعني يعني هذه ايضا حرية شخصية اكيد هل ان احنا بدنا نسقط السؤال على نفسنا مثلا هل انتي بتأيدي هاي الى الى انه مين عاملوها الى صلاحيات الوصول مثلا هل بتأيدي التدخل لهالدرجة مثلا لا لا اؤيد طبعا لا اؤيد يعني يعني لا يوجد دين حتى اظن ليس يعني حتى المنسك ليس محمودا يعني مو انه الانسان في في شي اسمه حتى المتدينين يعني انا لا اعتبر خالي لا متدينة ولا ملحدة يعني انا مؤمنة بس يعني مؤمنة نوعا ما يعني مؤمنة مو نوعا ما مؤمنة بس انه اه هناك حياة الدنيا يعني بالاسلام هيك يقولوا اخرة يعني حياة الدنيا عمل يعني الانسان لازم يعيش حياته كمان مو انه والله اه يعيش اه كل الوقت يصلي وكل شي ولا وغلط انه ندخل الدين يعني الشغلة مو حلوة كل ما تحكي شي تتجيب بس على المثال ديني هاي حياة وهذا دين الدين بين الانسان وربه يعني مو لا التظاهر او او لا تفرضه على الاخرين غلط نفرض معتقداتنا على الناس تانين انا مؤمنة يعني مسلا مؤمنة كتير وبصلي لا حدا اقلوا دخل فيني ولا انا ادخل يعني هذا الصح لانه نحن مجتمع متنوع اذا كل حدا تدخل بالاخر لشو نصال اوروبا كانوا يتقاتلوا تعرف الحروب بالعصور الوسطى انتا اتطوروا لما وصلوا لاملوا اتفاقات اه انه وصلوا لحد انه صراع ما يفيد حدا يعني نظل نتصارع ونظل انا احسن وانت احسن وهي يعني بنفس هاي السياسة وكمان نفس الشي بالثقافات والاديان انا احسن منك وانت احسن مني وما يسير هيك لازم انه نحترم بعض ونتعايش ونتفق مع بعض وما احاول ابدا يعني غلط كتير انه افرض ليش هيبلا حجاب انا محجبة بتي يعني افرض حجابي على الاخرين غلط وبنفس الوقت المو محجب يستهزئ بالمحجب كمان غلط غلط اه لا تهدي من احببت فالله يهدي من يشاء نعم فاصل صغير وبنرجع للبرنامج عودة عن جديد مستمعي سوريو اف ام لبرنامج الكلام بالممنوع استاذا ميديا وصلنا لا فقرة الاستقلالية اول سؤال هل برأيك وصلنا لا مرحلة الاستقلالية في التعبير عن ارائنا بغض النظر عن البيئة والولاة علينا من مؤسسات متعددة لا ازم وصلنا الى يعني للأسف انه يتغير الولاة مع الزمن من من مثلا حكام رجال دين يعني هناك تبعية للأسف عم بشوف انه ثقافة القطيع هي التي تسود كل كل واحد يتبع ملته الملة ليس بمعنى الجماعة العضوية او القومية الملة في هذا زمان تختلف حزب سياسي جمعية او او مهما كان فاجد اننا لم نصل بعد الى الاستقلالية يعني اه يعني في في اجتماع مع انه هو برنامج مو سياسي اجتماع حزبي ما حدا يقدر مسلا يخالف رأي المسلا السكرتير طبا او او نحن بعيدين جدا عن الاستقلالية برأيك شو هي برأيك اكتر الاشياء اللي بتهدد استقلاليتنا نحن كاشخاص هل مثلا هو الاسرة ام العمل ام الزواج ام حتى الحب يعني هذا كل ما ذكرت قد يكون عامل يعني اذا كان كان اساسه متين وجيد ومبني الاسرة او العمل اذا كان باختيار اذا كان يعني اساس متين وصحيح فهذا يزيد من استقلالية الفرد انا ذكرتلك امثلة يعني على سبيل المثال وليس الحصر احيانا الاسرة تكون عامل تعيق استقلالية الفرد استقلاليته احيانا العمل احيانا الرب العمل يتدخل حتى بحياة شخصية للناس برأيي انه كل هالاسباب قد تكون سبب في حجب حرية الانسان في اختيار يعني في اتخاذ خياراتي وقراراتي وفي سلبه استقلاليته الشخصية طيب شو هي برأيك اكتر الاشخاص يلي بتهدد مثلا بتخرق خرق معت تطلع معي خرق حرمة الخصوصيات صارت عنا كتير شائعة بالمجتمع مين السبب مين المسؤول هو يعني بتصور انه عرف اجتماعي بس تغيرتها انا عم بحس انه تغير مسلا اليوم انا صديق اه بدي يروح مسلا اعرف كل شي بحياة صديقي او ان كان الزوج الزوجة يعني اه عم نلاحظ هذا الموضوع من اقرب الناس لالنا حتى يمكن من ابعد الناس لالنا يمكن يمكن حدا يشوفنا بالحارة اه طالعين او جاين يسألنا وين رايح وشو في معك بالكياس وهل المواضيع هاي. هلا انا لما كنت باول اول حارة صديقي كل سألني اسئلة خصوصية لاتقلت الحارة جديدة لازم لفترة الى ما يتعودوا اي فعلا هاي شغلة سيئة بمجتمع اي ممكن هاي الفراغ انسان لما يكون مشغول العقل ومشغول ويشتغل وعنده الانسان اللي يعمل يعني خاصة النساء زي بيشتغلوا برا بيصيروا بيبتعدوا عن هالعادات بس هو الفراغ اللي اللي اكتر شيء الفراغ بالاوقات الفراغ الكبيرة تخلي الانسان يفكر مشاكل غيره بحياته يتدخل فبرأي هيك يعني ما له علاقة مسلا بالدين او بالا وبس هي عرف اجتماعي صارت عرف اجتماعي بس احاسة انه هاي يعني تغيرت انها مدينة قامشلي خاصة ما عادت متل قبل عشرين سنة مسلا ما يعني صار العالم تتقبل بعضها تتقبل خصوصيات انه كل الانسان له طريقة بالعيش تغيرت يعني قبل مسلا ما كنت تشوف بنت تسكن تستأجر بيت لحالها هلا نشوف مثلا تجي من غير مدينة تشتغل هون يعني صار مقبول هذا كله مرتبط بالتغييرات الاقتصادية يعني بوقت من الاوقات كان ما يصير بنت مثلا تجي تستأجر شقة تعيش بس اظن هلا فيه لانه عم يقولوا تشتغل مثلا جاي لها المدينة بدأت تشتغل صار المجتمع انتي برأيك انه انفتح اكتر على انفتح اكتر المجتمع من ناحية انه تقبل خصوصيات يعني من بعض النواحي صار البنات يطلعوا يشتغلوا اكتر يعني تغير تطور برأيك يعني صار فيه تطور تطورات اجتماعية من بعض النواحي خاصة بالنسبة للمرأة يعني هي وجهة نظري يعني قبل كان مسلا المرأة من مجتمعنا فيه شريحة واسعة ما تسافر للشام لحالة تاخد مع رجال او شي هلا بعد ملك الهاجر ايه محرم هلا صار اضطروا لان مثلا يكون المحرم مسافر هي بدأت تروح تعمل اوراق تسافر وتقطع حدود يعني هاي نقطة ايجابية بما انك حكيتي عن المجتمع وذكرتي انه المجتمع تطور ببعض المناطق خلينا ننتقل على فقرة المجتمع شو احلى شي برأيك بمجتمعاتنا هلا كل اياتنا في عنا اصدقاء مختربين مثلا ممكن ينزلوا مثلا هيك بوستات يتغزلوا فيها بايام اللي كانوا هون مثلا من باب الحنيني يمكن او شي فأنتي بتشوفي جمالية بمنشوراتهم وبتسقطيها على مجتمعنا هيك يعني احيانا نحن منكون عايشين بالشغلة مو كتير حاسين بقيمتها فأنتي برأيك شوفي عنها اشياء حلوة بالمجتمع اي يعني كانت بس شوي تراجعتها انه الناس يعني تلتم حول بعضها تزور بعضها تقعد تشرب قهوة مع بعضها يعني كانوا يعني في شوي مثل حميمية بالعلاقات الاجتماعية ناس تحب بعضها تجيران يسألوه على بعض بس عم بحس بما انه يعني بعض التطورات حتى هاي خفت شوي مدينة قامش اللي خاصة انا شايفة انه اللي جايين من غير مدن يقولوا انتو هون يعني ما حدا يسأل على حدا ولا شوي يعني شوي تغيرت بس هاي كانت شغلات ايجابية انه الناس تلتف حول بعضها كان فيه ترابط برأيك فيه ترابط حتى يعني مو بس بين الاقارب بين الجيران بين الاصدقاء اكتر يعني طيب شو بتتمني انتي كميديا اه يتغير او يختفي من مفاهين مجتمعنا اه يعني هاي التدخل بخصوصيات اه بعض وبحياة بعض بتلاقية مزعجة كتير اه يعني كل واحد حر بخياراته يعني ما يصر مسلا تعيب على انسان مسلا وضعه الاجتماعي او يعني برأيي انه هاي التدخلات مو مشان شي ايجابي لبال يعني هون الناس تدخل بحياة بعضها مو مشان انه تساعد بعض هاي شغلة تدخل مشان تزعي يعني بمواضيع اه بشكل سلبي انت قصدك التدخل عم يصير انه ليش بس مشان حكي مشان يمكن هاي عقد النقص احيانا انسان مشان يزهر خاله انه انا احسن انت يروح مسلا نشوف شغلة يعني وضع اه مو كويس عند حدا يتدخل بحياته برأيي هاي هاي لسه سلبية اه كمان تقاليد العمل عنا يعني لسه مو مو كل الناس ملتزمة فيها انو انت تشتغل لازم تعطي للشغل خقه يعني للا مسلا وغير مكانات الانسان يشتغل يشتغل عنا لا يعني مو مو كل كل حدا. ايوة بتلاقي انو الانسان اللي عنا مسلا ما كثير بيحترم عمله. ايه ما يحترم ما يحترم الاختلاف يتدخل بحياة بعض يعني السه موجودة يتدخل اه لازم اه يعني تطغي يعني لازم نحترم حرية بعض حرية شخصية للاخرين الحياة الشخصية خيارات الناس يعني الانسان الواعي اتخذ خيار هو يتحمل يعني هو يتحمل نتائج خياراته لازم الكل يصل لهال يعني لهالنتيجة لهالنقطة انو هو واعي ويفهم واتخذ هالقرار ويعرف شو ويتحمل فليش انا اتدخل اه مسلا بحياة او اه بقراراته بخياراته لسه في هالهاللقاط. فرض الوصاية عليه. فرض الوصاية على بعض. ومو انو مشان تساعده. بس هيك يعني. من باب بتنقصنا عنا بالمجتمع من وجهة نظرك. انتي شفت كتير مجتمعات. اه 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 اه. شوفي عنا ثقافات منقوصة. اه يعني فعلا يعني اه كتير بلاحظ بس انا شفت انا غير مجتمعات مثل ما قلتلك العمل. ثقافة انو هوني. احترام العمل. بيحبوا العمل يروحوا للشغل لانو بيحبوا احترامه. اه اه احترام حرية الاخرين كمان. يعني ثقافة مبقوصة عنا. الحكي يعني الناس عنا مثلا اه مو انو حكي قصد تقييم الاخرين. مه. عندنا تقييم الناس عم يصير بطريقة خاطئة. التقييم والمقارنة. تقييم والمقارنة. يعني كل ما الواحد كذب كان مزيف كان هاي بيحترموه اكتر. يعني ما يحترمو الانسان. يعني احترام الناس مو لصفات جيدة او هاي في يعني تقييمات اه شعبنا للبشر يعني برأي كتير كتير سيئة. مه. طيب مين من المجتمعات المثالية برأيك? يعني برأيك كل مجتمع له سلبيات وإيجابيات بس اه يعني احيانا نقارن. في ناس هون عنا مثلا يقولون نحن احسن الاوروبيين هنه اللي بيكبوا مسلا يعني هاي كحكي عامي. اه انه هونيك ما في تكافل اجتماعي ما الاسرى مفككة. فبرأيي مو هيك. يعني بالعكس عندنا هنه كمان قيم انسانية اخلاقية يعني حتى حتى بالحيوانات عم يهتموا ويرأفوا فيها. فبرأيي حتى بالمجتمع الغربي عنده قيم كويسة. وعننا كمان لو نخافز لو ننمي هالشغلات الشرقية الجيدة عنا كمان حلوة. بس للأسف صرنا يعني لا لا معلق ولا مطلق. لا عم نمسك بالقيم الحلوة عنا ولا نعرف نستفاد من القيم الغرب اللي هي اللي يتطور المجتمع اللي يتناسب العصر. كمان نطلع فاصل صغير ونرجع لفقرة الزواج. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رجعنا سوا عن جديد مستمعي سوريو اف ايم لبرنامج فن الاسبوعي الكلام بالممنوع. اه دكتورة ميديا وصلنا لفقرة الزواج الخطوة يلي البعض بيحسب لها الف حساب والبعض مليون. هل انت مع تعدد الزوجات؟ والله انا كما ابدأ ضد تعدد الزوجات لانه. ليش? اه يعني بيخلق الكراهية بين الاخوة. شقد ما لواحد حكى انه يعني بالاسلام يقول مثلا هو ثلاثة وربع وان تعدلوا بالآخر ولن تعدلوا. ولن تعدلوا. فبرأيي يعني بيخلق بيئة موحلوة للأسرة. بيخلق كراهية عداء بالأغلب. اغلب الاسر. ربما في وقت من الاوقات كان شائع قبل ايام القبائل والعشائر كان. لليوم شائع? ايه شائع وخف شوي بسبب الظروف الاقتصادية بس رجع هلا بعد ما ازداد عدد النساء مقارنة بالرجال. طيب كحالة انسانية هل انت مع تشريع الطلاق في الدين المسيحي او لا? يعني الطلاق اه ايجابيات و اه له سلبيات. هو الاسرة بريت. هلا اكيد الطلاق ما رح يجي مثلا بقرار انه مثلا انا اليوم اخدته. رح يجي بقرار بعد ما يوصلوا لطريق مسدود رح يجي هذا القرار. انا مع الطلاق. انا ضد منع الطلاق لانه يطلقوا احسن ما يعيشوا حياتهم كله مثلا بعذاب و يعني بعدم تفاهم. وهذا يأثر على نفسية الاولاد. اغلب الاولاد الجنح للاطفال اللي يقوموا بجنحات. يكون لانه الاب والام عندهم مشاكل والاب يستخدم العنف ضد المرأة. هذا ينعكس على نفسية الابن. اكيد. فبرأيي الطلاق يعني ارحم من من العيش في اسرة دائما اه متفككة وعم تتقاتل. متفككة وما في تفاهم وتكون حياة ابدا مريحة وتأثر يعني تأثر على الاولاد كمان. فشو معنات الاسرة اذا ما كان فيها يعني اه ود و محبة وتربية. زواج المدني اه صار مطلب خلينا نسمي. باللبنان اه كان مو موجود اللبنانيين طلعوا مظاهرات وحطوه بالاقوانين تبعا بعد ما كانوا يروحوا على اليونان لحتى يعملوا عقد زواج مدني. والادارة اللاتية طبعا كلمة الرب اقول انه مشكورة جدا على هالخطوة هل انت مع الزواج المدني ام ضده انا مع الزواج المدني واللي يكون مدين وضده خلي يتزوج يعني مثلا يعني حتى باوروبا يعني حتى باوروبا في زواج مدني بس الناس اللي متدينين يتزوجوا زواج كنسي او مثلا يتزوجوا بالجوامع انا مع المحرية الاختيار اللي بده يتزوج زواج مدني واللي ما بده يعني يكون متدين يتزوج زواج شرعي كمان طيب حكينا عن الزواج المدني الزواج المختلط أنت معه أم ضده الزواج المختلط يعني بين دينين يعني أنا معه وبيصير يعني بأوروبا بيصير يعني صار شائع ما بدنا بأوروبا بدنا نحن وين عايشين هون هون والله ما بعرف يعني يعني ما نضد كما بدأ وأنا ضد القتل أو أنه المجتمع يطلع نظرة مو حلوة ضد يعني أحد يكون متزوج من غير دينه ويعني لحد هلأ ما صار حالة شائعة عنها بسوريا بشكل عام بلبنان فيه بسون بسوريا ربما فيه ديماشق في الساحل السوري يعني فيه زواجات مختلطة فأظن أنه هذا ما يأثر لا على الأسرة ولا على يعني مو بالضرورة أنه يكون الزواج المختلط أفشل مثلا من الزواج من الناس من نفس الدين طيب برأيك شو هي أسس الزواج الناجح هل هي مثلا الديانة الواحدة القومية الواحدة السن المتقارب المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي حتى شو هو برأيك يعني نحن كثير مرات لما نقعد هيك جلسات نساء ومستقفات عم نناقشها الموضوع مثلا فيه ناس يقولوا أنه السن الغير يعني للأسف ما فيه شي محدد يعني ربما هو مرتبط بالكيمياء شي مرتبط بالكيمياء أنه فيه ناس تتفاهم وتتعايش ويكون فيه ود ويكون يعني الأساس هو أنه يكون الاختيار ببني على العقل والقلب يعني العاطفة والتفكير والمنطق فبرأيي أنه الزواج الناجح يجب أن يكون هناك ود وتقبل وبنفس الوقت يعني لا تهمل مثلا أنه الجانب العقلي جانب العقلي أنه يا ترى يناس بشلون بدي يعيش شلون فهيك بيكون ناجح أما أنه مثلا بس بس تتغلب عليك العاطفة ربما يفشل لأنه هذه العاطفة يعني مع الأيام بتروح وبرأيي كمان لما يكونوا شخصين نواعيين ومتفاهمين هن بيخلوا هالمؤسسة الزوجية تستمر بالنجاح يعني لازم أنه يكون فيه مثلا استيعاب تنازلات وهيك أما أنه والله أنه فيه ناس مثلا أعمارهم متشابهة وقيامهم نفس يعني بنفس البيئة أو بنفس الأفكار وتكون زيجاتهم فاشلة يعني ما تقدر تحدث يعني ما فيه مقياس محدد ما فيه مقياس محدد تمام فنقول أنه الشغلة مرتبطة بالكيمياء بين شخصين طيب هذا السؤال موجه للفيمينيستي اللي جواتك هل نزوات الرجل شر لابد منه بالعلاقة الزوجية أو لا في الواقع حسب ما نشوف أنه على الأغلب نعم هناك استثناءات رجال مخلصين استثناء كبير لكن على الأغلب يبدو أنها موجودة موجودة شر لابد منه شر لابد منه طيب آخر سؤال بفقرة الزواج برأيك الشخصي هل الزواج مؤسسة ناجحة أم مؤسسة فاشلة؟ أتوقع أنها ناجحة يعني بشرية تطورت يعني أنا ماني بتزوجة بس ما راح أحكم أنه مو ناجحة لا ناجحة أنه هي يعني هي أساس المجتمع يعني أساس الأسرة هي الخلية الأساسية في المجتمع في المجتمع والمجتمع تطور كتير من من حالة البدائية والإساء كان يعيش مثل الوحوش بالغابات يعني حتى الوحوش كمان يمكن كان عنده أسرة يعني الأسرة شيء راقي يعني وماني ضد بؤسسة الزواج لأنه المجتمع بده تنظيم والأسرة هي الخلية الأساسية في هذا المجتمع وإذا نلغي الزواج برأيي يعني شغلة خطيرة جدا ولها تبعات ممكن تهديم المجتمع تهديم المجتمع يعني المجتمع تطور كتير إلى ما وصل لهالمرحلة فما ممكن أن نهد شيء مثل بنته البشرية عبر الأحقاب ننتقل لآخر فقرة بالبرنامج لفقرة النفاق برأيك إلى أي مدى نعيش في مجتمع منافق؟ جدا منافق جدا منافق يدعي التدين وهو بعيد عن روح الدين لأن روح الدين هي الأخلاق وهي مثلا ديانة الإسلامية الرسول قال إنما أتيت الأتمم ومخارم الأخلاق يعفون وتشوف مثلا بإيده المصبح ويكذب ويغش والدين المسيحي الرسول يقول أحبه يعني السيد المسيحي يقول أحبه بعضكم بعضا ولازالت الكراهية موجودة أغلب الأدياء يعني من ناحية المجتمع صار النفاق الزيادة قبل إنساننا ما كان هيك كان بسيط ومتواضع وكل شيء يعني في قلبه بيحكي زاد النفاق مع التطور المجتمعي للأسف يعني زاد النفاق والنفاق صار ظاهرة مؤسفة وهذا كله من الخوف خوف جواة الإنسان مثلا يتملق يمالق يعني يحاول أن مشيح حاله هيك يقول تمسيح جوخ وصار أنه ثقافة أنه يلا مشيح حالك معلش أحسن يعني هاي ثقافة سائدة وهاي شيء أبدا مكويس بالعكس إنسان يكون صريح مع بعض أفضل يمكن من أول مرة مثلا يصير مواجهة وشوي يعني عدم تفاهم والإنسان يزعل بس أحسن يعني نبني الصراحة كويسة النفاق شيء شيء رح يضل هيك ضل تنافق وتلافق ولا إمتى ما يتطور المجتمع ولا الإنسان يتطور لما ما يعبر عن حاله بصراحة يعني يعني النفاق يتنافى مع الحرية أصلا يعني معناته ما تقدر تعبر عن نفسك بحرية وما عندك جرأة أنت إنسان جبان وخواف ما تقدر تعبر عن حالك فشان هيك تنافق حلو طيب برأيك شو هو أخطر أنواع النفاق هل هو مثلا النفاق الديني أو السياسي أو الاجتماعي أو حتى العلمان السياسي برأيك السياسي لأنه يأثر لأن السياسة هي أنا لسه متأسرة ببعض أفكار ماركس أن السياسة هي قمة الهرم أنه الاقتصاد القاعدة والسياسة هي اللي يتحدد كل شيء فلما هي كمان مرتبطة بثقافة الخوف وربما يعني أحيانا إنسان يكون مجبور أول شيء يعني السياسي وبعدين الديني كمان نفاق الديني كمان كمان خطير إنسان يتدعي التدين وهو في قلبه مثلا لا يأخذ من الدين فقط الظاهر فقط الديانة ليست للناس الديانة هي للرب لكن للأسف يعني مثلا يروح على الجامعة أو على الكنيسة بس بشان الناس يشوفوه مو أنه يعني نوع من أنواع التباهي يعني نوع من أنواع التباهي طيب أنا لما سألتك أنت اخترتي السياسي يعني شو بينتج عن النفاق السياسي مثلا ليش هيقلت السياسي بالبداية أو هو الأخطر يعني السياسي الأخطر لأنه أساس الحرية هو أنك تعبر عن نفسك أساس أنه تحرر المجتمع السياسيا أو أنك تعمل تغيير سلمي تغيير السلمي هو على فكرة أصعب من التغيير المسلح لأن ما تحمل سلاح ما تخاف تروح تختبئ بشي بشي بعسكر أو شي بس لما تكون مثلا بحضرة مثلا حاكم ظالم أو بمجلس وتعبر عن رأيك بصراحة هي قمة الجرأة وتبتعد عن النفاق وتبتعد عن التملك والتصفيق لأنه هذا اللي يخرب ببيوت بجتمعاتنا الشرقية إنه ما حدا يحكي مثل يعني مثل القطيع فالجرأة وعدم النفاق بتغير برومانيا شلون شالوا شاوشيسكو كان عم يلقي خطاب قالوا واحد كان سكران حكي كلمة سبوا يعني والباقي كلها كرروا وهدوا هال هال ديكتاتورية اللي عمرها كزا سنة من من هال من شخص سكران شخص سكران إنه إيه فمن هيك أخطر أنواع النفاق والنفاق السياسي يعني حتى ما بنا نحكي عن عن مثلا الحكام السياسيين بنا نحكي ضمن مثلا حزب يعني قليلة تقوم حدا يتجرأ يقول كلمة مثلا مخالفة للسكرتير طبعا والعلى منه بالمرتبة ما يحكي مشان ليش أنا أشتخلني يعني هاي ثقافة إنه أنا أشتخلني خلي غيري يحكي يعني هاي اللي ثقافة الأنقيات من النفاق كمان إنه بس يصفق ويعني يجامل المجاملة هي جزء من النفاق المجاملة الكاذبة وهي صايرة شائعة فهاي إلى أثر سلبي كبير طيب هلأ نحن حكينا عن النفاق أنت برأيك شو هي أدوات النفاق بالمجتمع الأدوات هل هن مثلا دور عبادة أم منظمات مجتمع مدني أم أعلام حتى أنت أيا بتشوفي الأدوات تبع النفاق اللي تمارس عليه أكتر شي النفاق الأعلام اللي دور كبير اللي مثلا صحفي يأجر قلمه بس مشان يكتب شغلة مو مقتنعة مقتنعة فيها بس إنه مثلا يطلب منه أو ما بتلاقي خوف هذا؟ ما بتلاقي خوف أكتر من النفاق؟ في خوف كمان وفي نفاق كمان يعني هلأ بنا نحكي على الصعيد مو إنه ضد الخاكم الدكتاتور الظالم ضد مسلا ضمن مثل ما قلت حزب ما إلو السلطة وما يقدر يستن حدا كمان يعني حتى بهيك حالات كمان في نفاق شوف حدا ينافق ويجامل مسلا السكرتير الحزب أو الأكبر منه تنظيميا بس مشان إنه يحفظ مكاسب ومكانته ويعرف إنه يعني يمشي حاله في ثقافة صح فالإعلام مهم بالحياة الاجتماعية اليومية مهمة إنه نبتعد عن النفاق يعني الممالقة يمكن هاي التعبير باللغة العربية إنه مثلا تضحك بوجه حدا وتجامله وبتروح من وراء أول ما يدير وجه مثلا تتمصخر عليه فهذا شيء سيء كتير أول شيء تخلي هذا يعني تسيء لهذا الشخص يفكر حاله إنه فعلا مثلا الأمرأة صديقة تقول شعرك كتير حلو هيك وبيكون هو بالشعوية تعرف حرام يعني تضحك علي وتضل هيك لا قولي له بأسلوب لطيف مثلا إنه والله يعني يا ريت أنا برأيي إنه مو حلوية تستفاد مشان يعني النقد منيح النقد بأسلوب حلو كتير منيح أحسن بكتير من المجاملة الكاسبة حلو طيب هلأ حكينا عن هالمواضيع كلها شو الأسباب يلي بتخلي من الفرد شخص منافق أنت برأيك أه الأول شيء أحيانا وضع الاقتصادي وضع الاقتصادي مثلا تخليني أنافق مثلا محل ما أشتغل أو أنا يعني هلأ هيك صاير يعني أنت بتشوفي إنه النفاق صار مطلوب اجتماعيا إيه يعني مو أنه مطلوب اجتماعيا بس الظروف الاجتماعية الاقتصادية خلت النفاق أكتر ما بعرف يعني صارت ثقافة يعني الناس يا ترى أنه تعلموا ينافقوا يعني مفكرينوا نوع من الفهلوية والشطارة يعني مثل ما قلت قبل المجتمعنا ما كان هيك بالعكس أنا أبل ما تخرجت جيت أشتغل كان أقول قد في فرق مثلا بغير مجتمعات كل شي إذا ممكن إذا يعني عندنا كانوا دغري ما في هالمجاملات فبراي الخوف أحيانا يخلي الإنساني نافق وبس على الأغلب مو الخوف كمان يعني في الحياة العادية مثل ما قلت يمكن شخص ما قلو سلط عليك ما يقدر يشتجنك أو ما وصايرة ثقافة شائعة عامة مشان أنه يعني ما هي من باب الإنسان ما يتخذ موقف يعني ما يريد ينفع الثاني مثل ثقافة لو قال أشتغلني ليش بدي أقول له مثلا داي يزعل مني أو شيء أنه أنتقده لا بدي أجامله ويشطفل يعني بهل معنى ألف أم تبكي ولا أم يتبكي هذا المسأل يردد كثير علينا لا وهل معنى كمان ليش أنا بدي أخبر مثلا هالشخص أنه أنت هيك 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 يعني ليش بدي أوجع هاي صار قلة روابط بين البشر وقلة محبة يعني هيك عم بتصور برأيك متى ينتهي النفاق يعني هي جزء من برتبطة بالحرية يعني فعلا هال موضوع النفاق حرية التعبير إن الإنسان لما يصير ما يخاف يصير واعي يصير يعي أنه بدي مثلا أحكي الصراحة للشخص المقابلي سواء كان رب عمل أو سكرتير حزب أو رجل دين أو رجل سياسة أو صديقتي أنه بدي أحكي الصراحة ربما يكون هذا أفضل لكن للأسف لا الذي مقابلك يتقبل الصراحة يحبون المصفقين والمجاملين يعني صايرة هاي كتير يعني أنه مثلا في ناس تحب العالم التخم فيه وتكبر راسه ما بعرف يعني يكونوا هنه مقتنعين عن جد أنه هنه هيك كله بس هيك بيحبوه يسمعه يمكن ممكن صار عخدي عند البعض للأسف صح؟ نعم مثل ما يقولوا فيه قال وزير إعلام هتلر قال اكسب اكسب حتى تصدق أنت نفسك فهذا مثلا شخص يحب إذا العالم جاملو جاملو بيصدق هو كمان ويرتاح فبرأيي يروح النفاق لما الإنسان يتحلى بالجرأة وبالعقلانية وكمان محبة يعني أنه ما بدي أكذب أو أجامل على حدا أجامل حدا وأكونوا بوتشين مع الشخص مشان أنفعه يعني بدي أنتقد بنقد بناء ربما يستفاد وبدأ جرأة مشان الإنسان يقدر واسلوب للتعبير لأنه كمان الجرأة بوقاحة كمان تسيء بدي أسلوب وثقافة حلو كتير أنا بدي أتشكرك كتير على حضورك ولآرائك الجميلة وإن شاء الله هيك يا رب يكون مسموع الصوت يلي حضرتك حطيطيهم بمن برسوره أنا حكيت هيك شوي بلغة بسيطة لأنه أنا برأيي أن الإزاعات لازم نحكي بلغة بسيطة لأنه اتصل للكل وشوي كان الوقت بتأخر يعني عذروني إذا شوي قصرت كمان لا بالعكس أكيد وجودك محبب بأي وقت وشكراً كتير تاني مرة دكتورة ميديا شرفتنا بحضورك ببرنامجنا الكلام بالممنوع شكراً إليك آرام كمان خليتني أحكي مواضيع حلوية يعني دايماً نحب يعني كنت أحب أحكي بهيك مواضيع في صراحة شكراً لإزاعة سوريويو وإلك كمان شكراً كتير وشكراً لكم مستمعينا لحسن الأصغاء منرجع منلتقي الأسبوع المقبل كنت معكم أنا آرام شابرشام من برنامجكم الأسبوعي الكلام بالممنوع موسيقى